السلام عليكم يا مواليد برج الأسد يارب تكونوا بخير توقعت برج الأسد ليوم الجمعة 25 نبار 22 2022 بالنسبة لك النهاردة يا أسد هايش هتوضعك المالي تحسن ملحوظ جدا بعد كل الخسائر الكبيرة اللي تعرضت لها في آخر بشاريحك هتتكلم أكتر عن كل متغيراتك الكبيرة في العلاقة وحبيبك النهاردة هتحاول تتعامل معاه بحضر ويرواية أكتر ما تعقدش الأمور وما توسرش المشكلات مع حمد انت النهاردة بغين عن كل ده من أجل انك تحافظ على صحتك بالنسبة لك عاطفيا هتتحكم فيك أمور كتيرة بتخلص منها ومش هتدعها تعرقل كل حياتك أو حتى تسبب لي بعض المشاكل والمضايقت بالنسبة لك النهاردة مهنيا يا أسد هتبتدي تخوض تجربة جديدة تخوض من خلالها منافسات قوية هتقوم بتطوير كل الحاجات المهمة لشغلك هتكون قدام خيارات كتير متعددة بالنسبة لك صحيان النهاردة هتتضبط كل إنفعالاتك وكل أعصابك ومش هتتهم الأشخاص اللي حواليك بمساوي هما يعتبروا بعيدين بالنسبة لحركة الكوكب اليوم هتشكل الزهرة جبه مربع مع بلوتو في الصباح ده وتارين ليتشيرون في المساء ممكن لعبور كوكب الزهرة وبلوتو إنه يلفتنا بشكل مؤقت هنمين من خلاله إننا ننتبه أكتر لكل الأمور المتعلقة بعواطفنا واللي ممكن تبقى بتزعجنا هيكون مغزة مهمة جدا علشان نتلاعب بالأشخاص اللي حوالينا والمواقف القدامنا هنعرف نتحكم فيها كل ده هيقدل مشاكل غير ضرورية ممكن تبتطي تظهر الغيرة والتملك مع كل ده من السهل إننا نطلع من مناطق كتيرة في المشاكل اللي عندنا ونتقدم في اليوم ده إحنا النهاردة مستعدين علشان نتعلم من كل مخاوفنا وإنعدام الأمن اللي عندنا هنحصل من خلاله على فرصة نصلح بيها كل علاقاتنا من خلال إن فتحنا على التعلم من بعدنا البعض في الفترة دي الوقت الحيوي أكتر لو حبينا نبني ثقتنا في كل العلاقات هنشوف كل الأمكانيات اللي عندنا مع بعضنا البعض هنبقى من خلالها نشوف ده بسهولة كبيرة وبجمال أكتر في أي نقص ممكن يبقى عندنا هنبقى بندرك أنه عندنا قيمة للأشخاص اللي حوالينا ولما لذبنا في الحياة تعتبر أكتر وضوح ممكن نتفاعل مع كل الأشخاص اللي حوالينا بطريقة جديدة بمصداقية وإخلاص أكتر كل ده هيفدنا بشكل كبير النهاردة وحتى لو كان فيه شوية ألق عندنا هيختفي